السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخوة اخواتي كثيرا الي بزر لكم باخير هاني ينكركم زيانين نتمنىكم قاعدكم هنا باخير وعلى اخر فيما كنتو تشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو دي اليوم جيت ان شاء الله غابينتقاسل معكم كفيته مشوية تسبيله اللي بسيطه وكتجي بنينه بلاكتر التوابل يعني المقادير بسيطه وكتجي لديه بسف نتمنى يعجبكم هذا الفيديو نتمنى تتبعوا من الاول حتى الاخر باشتوفوا معي المكونة وطريقة وكيف ملعدة منسوش صلاة عن الحبيب قبل ما نبديو الفيديو دينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين ما تبقى لشي كذلك لذي كد يقوم على الفيديو انتم ما كتفرجو فبسم الله على بركة الله مباشرة معي المكونة وطريقة بسم الله على بركة الله مهم هنا عندي واحد الكيميانة دي الكفتة تقريبا مع كيلو دي الكفتة وكذلك عندي واحد الكيمية من صدر دي البيبي يعني الكفتة دي البيبي مهمة هنا يا انا الصراحة كنت فدار دي كدار شيخي وصورت معاكم هاد الفيديو يضع فدار شيخي بالنسبة للكفتة دينا احنا وبالنسبة لغادي مهمة غادي تلاحظوا واحد طبي يصل فيها ككل ما قد لكم الكفتة دي البيبي لحسب عقوستي صراحة ما كتاكلش للحمة يعني طبيب قطع عليها للحم الحمر ذاك الشي علاش كاين ذاك الكمية ذاك البيبي احنا مو يمدرنا احنا كفيتة وهي دار تبيبي وبغايتم اتبغتها جمعاكم هاد الفيديو نتمنى انه يعجبكم مهم هادية تبيلة البسيطة اللي يديروها فد العيد هادارها هاكي جيغزانة وبالحاجة كتاخدوا واحد البسيلة كتشلدوها رقيقة وكتضيفوها على ذاك الكفتة بمهم حاولوا انكم تشلدوها يعني تكون رقيقة رقيقة بزاك كما كتلاحظوا بهالطريقة هادي قطعتها من بعد ربع قصبر من دوس مهم راني كندير هنا وهنا كيفما كتشو الفيديو راني كندير هنا وهنا صافي بالنسبة للتوابل كانحتاجه فقط الكامون وبالنسبة للكامون ما تقدروش الكامون بزاك إلا قدرتوا الكامون بزاك الكفتة بحلي مرة ديروا غير القليل يعني واحد رسم العلقة ديه الكامون وفشطة يعني عددوا الكامون حداكم اللي كيبغي الكامون يزيد مرة ولي ما كيبغيش يدر شوية درنا الملح الملح اللي كتبقى على حسب الظوق والإبزار فقط هدو هم ماء التوابل اللي كنوضعوا في الكفتة وكذلك مع واحد معلقة تقريبا كبيرة من زيت الزيتون من بعد مهم درتها كبيرة بهالطريقة هادي هناش خدنا الفاخر صافي وكنشوي في الكفيتة ديه كما تلاحظو هنا راح نكون نحضرنا هاللعشة هادي بلكوم هاد المقطع هذا المهم بحل شوية كمضلة مو يمكن نحنا حدا الباب هكا كنشوي وصافي غضي نخليوه ان شاء الله حتى كالطيب كيفما كنعرفو الكفتة كان من طريقة شوي ديه الا او طريقة طيب ديه رافي ساعة كالطيب من قانون ديه لطابة كتر غد جيكم قابسة يعني كتكبس طيبوها غير شوية صافي وكتكون واجدرة في الساعة كتوجد صافي هنا بعد ما طابت درناف واحد سحيا مع واحد البريلة ديه طيب النعناع مهم كتجي غزالة بزاف نتمنى انا هتعجبكو انتو مكويسين ديال النعناع اختي مشحر اتلاحقو طريقو معاك فيتا طريقة اللي بسيطة وكتجيبنينا بزاف جربوها بالطريقة دي في العيد ارد عليها فنتمنى انا ينال اعجابكم هذا الفيديو البسيط نتمنى اصبرتاجو العجبكم مع اخوتكم اصحابكم مع الناس اللي هتعرفو فضلا وليس امرا كذلك اللي كتوجداد والأول مرة تجاهدوا معاليكو ما يشتركو فيها وتشغلو الجرس باش بقى توصلو بكل ما هو جديد نتمنى اكو اخي فضري على قلوبكم كذلك يكونوا وصفاتي كي نال اعجابكم ما تصفخوش عليها بلا لايكات ديالكم تعرقكم زوينة كيفما كتلاحظو كل يوما كنحاول انا ينبغطاج معكم حاجة جديدة فاتنتو ما ما تصفخوش ريا يعني بلا لايكات ديالكم على الفيديو كذلك الى بقي كتشاهدوا الفيديو حسن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة